السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انخفاض الضغط لأكثر من 0.7 بار في نظام الهواء المضغوط بالسيارة مشكلة إن قمت بالضغط مرة واحدة بشكل كامل على دواس الفرامل الضغط الإيقاف حوالي 10 حتى 13 بار لأن مخزون الهواء يفقد بشكل سريع لعملية الفرامل الإضافية لأنه ينشأ فراغ في نظام الفرامل لأن تأثير الفرامل بالسيارة يصبح أكثر سوءا أتوقع إن إجابة الثانية تكون صحيحة إجابة خاطئة الإجابة الثالثة هي الصحية يعني الإجابة الصحية هي لأن مخزون الهواء يفقد بشكل سريع لعملية الفرامل الإضافية ولأن تأثير الفرامل بالسيارة يصبح أكثر سوءا أما الإجابة الثانية فهي إجابة خاطئة طيب أسؤال الثاني ما هو السبب المحتمل الذي من شأنه إنقاص قدرة الإمداد لمضغط الهواء بشكل كبير إنقاص قدرة الإمداد تلف مضغط الهواء ممكن اتساخ وصفاءة الهواء في الشرط أيضا ممكن وجود ماء في خزان الإمداد ممكن طيب سأتركها بدون طيب إجابة صحيح طيب يعني وجود ماء لا يؤثر في إنقاص قدرة الإمداد طيب السؤال الثالث ما هي وظيفة صمام الحماية رباعي الدوائر في نظام فرملة الضغط الهوائي ضمان تزويد الدائر السليمة بالهواء المضغوط صمام الحماية عزل الدائرة توقع أنه صمام الحماية فلهو حداق بعزل الدائرة التي تعاني تسريبا عن بقية الدوائر حماية جميع الدوائر حماية جميع الدوائر في نظام فرملة الضغط الهواء من ضغط هواء عالي للغاية هكذا توقع لا وإجابة خاطئة الإجابة الثانية هي الإجابة الصحية يعني ضمان تزويد الدوائر السليمة بالهواء المضغوط وعزل الدائرة التي تعاني تسريبا عن بقية الدوائر هذه وظيفة صمام الحماية رباعي الدوائر في نظام فرملة الضغط الهواء طيب السؤال الرابع تم تفعيل فرامل الخازن النابضي الفرامل بالنوابط لدى مركبة واقفة نتيجة أضرار في المحرك واستنفذ مخزون الهواء ما تأثير ذلك لا تتجاوب فرامل الخازن النابضي الفرامل بالنوابط مع تفعيل فرامل اليد يجب فك وإستخراج الفرامل بالنوابط ليكون من الممكن قتر المركبة يجب حل أو إيقاف عمل الفرامل الخازن النابضي الفرامل بالنوابض من خلال نظام الحل المساعد ليكون من الممكن قتل المركبة توقع الإجابة الثالثة نعم الإجابة الثالثة صحية كيف تعمل الفرامل الخازن النابضي الفرامل بالنوابض الخيار الأول يتسرب الهواء من إصطوانة فراملة الخازن النابضي من خلال تشغيل صمام فرامل اليد وهكذا تؤدي قوة توتر النابض إلى نشوء الفرملة يتدفق الهواء المضوط إلى داخل أسطوانة فرملة الخازن النابض من خلال تشغيل صمام فرملة اليد وهكذا يؤدي الهواء المضوط إلى نشوء فرملة يتدفق الهواء المضوط إلى داخل أسطوانة فرملة الخازن النابض من خلال الدوس على دواس الفرملة خلال الوقوف وهكذا يؤدي الهواء المضوط إلى نشوء فرملة وهو يتسرب الهواء من أسطونة فرامل الخازن النابطي من خلال تشغيل صمام فرامل اليد وهكذا تؤدي قوة توتر النابط إلى نشوء الفرامل السؤال الثالث تقود حافلة مزودة بالفرامل المخصصة للمحطات متى يسمح باستخدام هذه الفرامل عند ترك الحافلة واقفة بدلا عن فرامل التثبيت عند تخفيف سرافة المحضرات الشديدة عند توقف على المحطات تقود حافلة مزودة بالفرامل المخصصة للمحطات فرامل خصص المحطات عند توقف على المحطات فرامل مخصص المحطات على ما يجب الانتباه لدى نظام فرامل تضغط الهواء بمجفف هواء صيانة مجفف الهواء بانتظام التحقق بانتظام من أن مجفف الهواء يعمل كما يجب من خلال صمامات إخراج الماء على خزان الهواء التحقق من مستوى المادة المضادة للتجمد في مجفف الهواء بشكل منتظام يعني في العادة يرون هكذا السؤال حتى تقع في الفخ أتوقع أنه إعجابة خاطئة الجواب الأخير ليس لا علاقة بالسؤال لم يتم تشغيل مركبة مزودة بالفرامل لضغط الهواء لعدة أيام متى يسمح لك بالانطياق المركبة محملة بالكامل عندما تتوقف إشارات نظام التحذير المتعلق بالضغط عندما يظهر الضغط الاحتياطي ضغطا يبلغ ثلاثة بار حالما تنفك الفرامل بالنوابض آليا أتوقع أن حالما تنفك الفرامل بالنوابض آليا إجابة خاطئة أتوقع أنها الإجابة الأولى الصحية نعم إجابة الأولى الصحية عندما تتوقف إشارات نظام التحذير المتعلق بالضغط يعني إجابة الثانية والثلاثة عبارة نجابة خاطئة قمت بالضغط بشكل كامل على دواس الفرامل في سيارتك ما هو الحد الأقصى لانخفاض الضغط الذي يكون غير مؤذي إن كان خزان الهواء ممتلئ تماما أعرف هذه أسئلة يجب أن تكون محفوظة أنا لا أحفظها لكن أعتقد 0.7 بار لأنه كأني رأيت هذا الرقم 0.7 بار نظام التعزير بضغط الهواء لا يعمل لدى عفوا نظام التعزيز وليس التعزير نظام التعزيز بضغط الهواء لا يعمل لدى مركبة ذات نظام فرملة هيدروليكي معزز بضغط الهواء ألا تزال الفرملة ممكنة باستخدام الفرامل التشغيلية نظام التعزيز بضغط الهواء أتوقع تأثير الفرملة ضعيف حتى لدى مركبة يقدر محملة من مكان قوة التوسع الفرامل شديدة الخيار الأول لأن مضخط التفريغ في محرك الديزل تحل محل النظام التعزيز بضغط الهواء أتوقع إجابة خاطئة الفرامل التشغيلية لا تعمل بتاتا يمكن تأثير الفرملة ضعيف تأثير الفرامل ضعيف حتى لدى مركبة غير محملة من مكان قد تدوسع الفرامل شديدة نعم إجابة الثالثة يجب الصحية السؤال 11 وصلت الفرامل في سيارتك غير محكمة بقوة في استوانة الفرامل كيف يمكنك التعرف على هذا التلف من خلال تأثير الفرملة المخفض أثناء الرحلة من خلال الإشارة التي تظهر عبر وحدة تحذير الضغط من خلال الأصوات التي تظهر بسبب الهواء المضغوط المتسرب أتوقع أيضا هنا أتوقع جميع الإجابات نعم جميع الإجابات صحيحة طيب السؤال الثاني عشر كيف ينشأ التأثير المفرمل أو المفرمل لدى فرامل الخزان النابضي الفرامل بالنابض خلال تدفق الهواء المضغوط من خلال قوة توتر النابض من خلال قوة فرملة السائق فرامل بالنابض لا أعرف من أختار الخيار الأول السؤال الثاني عشر ما هي الأنظمة المساعدة لفك أسطوانة فرامل الخازن النابضي الأنظمة المساعدة فك أسطوانة فرامل الخازن النابضي توقع ميكانيكية لا يسألي خطأ الميكانيكية والهوائية السؤال الرابع عشر ما قد يكون السبب وراء عدم توقف ضغط الهواء عن ضخ الهواء لدى نظام فرامل لدى صمام حماية متعدد الدوائر احتراء المكبس السبب وراء عدم توقف ضغط الهواء احتراء المكبس في ضغط الهواء قد بلغ من السوء حدا لا يمكن فيه الوصول إلى ضغط إيقاف التشغيل خيار ممكن لا يتوقف صمام الحماية متعدد الدوائر عن عمل توقع خيار خاطئ أصبح هناك تسريب في أحد دوائر الضغط الموصولة بصمام الحماية متعدد الدوائر توقع هذا خيار صحيح ما السبب المحتمل لزيادة المدة اللازمة لمنئ نظام فرملة الهواء المضغوط أكثر من المعتاد السبب المحتمل لزيادة المدة اللازمة لمنئ نظام فرملة الهواء تسريب في خزان الهواء احتمال وارد الكثير من الماء في خزان الهواء خيار خاطئ إذا كان منك ماء كثير سيستروها وقت أقل صداعة الضغط لضغط الهواء مخافلة تبدو بجابة منطقية أيضا السؤال الثالث عشر السؤال قد تم عليه وضع علامة حتى تحفظه إذا وقت لاحق يشتعل جهاز تحذير الضغط لنظام الفرملة خلال السير لم يعد ضغط الامداد كافياً هناك تسريب في أحد أسطوانات الفرملة نظام الفرملة معطل بالأرجح تحذير الضغط توقع الأولى والثانية يعني لم يعد ضغط الامداد كافياً هناك تسريب في أحد أسطوانات الفرملة خطأ لم يعد ضغط الامداد كافياً من نظام الفرملة معطل بالأرجح طيب هذا كان القسم الثاني من الأسئلة هنا أعود أي قسم الذي يريه هنا أنظمة الفرملة رقم ثلاثة طيب السؤال الأول من عشر أسئلة كما قلت هنا العلامة بالارتقالي هنا في الخط هنا الذي يحوي العلامة الألمانية أي عبارة عن وضع علامة على السؤال حتى تذكره في وقت لاحق ما هي الأسباب الممكنة لحدوث واحد من أشواط أسطوانة الفرامل الكبيرة أسباب الممكنة لحدوث واحد من أشواط أسطوانة الفرامل الكبيرة التخزين الزائد لوحدات الانتقال ربما ضغط الامداد المرتفع ربما أيضاً حدوث خلال في القضية باوتوماتيكي ضغط الامداد مرتفع جداً خيار غير صحيح طيب السؤال الثاني ما المقصود بمنظم قوة الفرامل الآلي المعتمد على الحمل آل بي إعاقة الدوران المفرط للعجلات الدافعة في مكانها عندنا انتباق سيتم تعديل قوة الفرامل الآلية بمتوقع محمولة المحاور سيتم آلية تجنب انغلاق العجلات خلال الفرامل بشكل كامل على الطريق الزلق أتوقع هو الخير الأول فقط الخير الثاني هو الخير الصحيح سيتم تعديل قوة الفرامل الآلية بما توفق مع حمولة محاور طيب سؤال الثالث من عشر أسئلة يتم إيقاف العجلات الخلفية لمركبة خاوية من الحمولة ومزولة بمنظم قوة الفرامل الآلي المحتمد على الحمل آل بي عند كل فرامل قوية نوعاً ما ما قد تكون أسباب ذلك طيب معطل معطل أو تم ضبطه بطريقة خاطئة آل بي يعني هنا عندما ترعى اللغة الإنجليزية والعلمانية يخرج هكذا يعني آل بي معطل أو تم ضبطه بطريقة خاطئة خفوت فرمالي شديد ربما انكسار عدة طرقية أقزب بوركية سأختار أيضاً خطأ خفوت فرمالي شديد ليس خياراً صحيح طيب السؤال الرابع ما هو النظام الفرمالي الذي عمل مع السيارة دون تآكل يذكر المقاصر فرمالة المحرك منظومة الفرامل البنيوماتية هذا اسم غريب ربما نكون هو الصحيح خطأ المقاصر وفرمالة المحرك يعني اختر الإجابات المعتادة لا اختر الإجابات الغريبة أسأل الخامس ما الذي يحلث عندما لا تصبح إحدى دوائر الفرامل التشغيلية غير محكمة أثناء قيادة مركبة مزودة بفرامل ضغط الهواء ذات دائرتين يحمي صمام الحماية أرباعي الدوائر السليمة من انخفاض الضغط أسفل درجة الضغط الأمان ربما لا تصبح طيب ربما سيكون هناك أضرارية يزود صمام الحماية أرباعي الدوائر الدوائر غير محكمة بهواء إضافة لتعبيد الضغط 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 يتسرم مخزون هواء من اليدائر غير محكمة الخفاض تأثير الفرامل لشكل جسيم توقع الإجابة الثالثة هي صحية خطأ الإجابة الأولى أيضا صحية طيب السؤال الثالث ماذا يحدث إن تم تفعيل فرمالة التشغيل رغم أن خاصية الكبح المستمر تعمل تفعيل فرمالة التشغيل سيتم فرمالة عجلات محرك المحور بشكل أقوى سيتم وقف عجلات محرك المحركات المحور سيتم فصل خاصية الكبح المستمر آليا توقع الخيار الأول والثالث خطأ الخيار الأول هو الخيار الصحيح يعني سيتم فرمالة عجلات محرك محركات المحور بشكل أقوى طيب السؤال السابع كيف يختلف تأثير منظم قبوة الفرمالة الآليا المعتمدة على الحمل نظام APS يمنع غلق العجلات آليا عند الفرمولة بغض النظر عن الوزن وحادثة الطريق أتوقع عن الخير صحيح لأنه مرها كثير سؤال قبل قليل يغير APS قوة الفرمولة آليا بما يتوافق مع حمل المحور يغير APS قوة الفرمولة آليا بما يتوافق مع حادثة الطريق أتوقع مع المحور لا علاقة لا في الطريق يعني الخيار الأول والثاني والخيار الصحيح طيب السؤال الثامن عفوا كيف يمكنك المحافظة على فرمولة تشغيية على طريق طويل من حدر استخدام فرمولة تثبيت إعادة ناقل السرعة لدرجة أكثر انخفاضة في الوقت المناسب استخدام الفرمولة مستمرة استخدام فرمولة تثبيت أتوقع أنها إجابة خاضية يعني الخيارات الصحيح هي إعادة ناقل السرعة لدرجة أكثر انخفاضة في الوقت المناسب يعني إعادة الغيار واستخدام الفرمولة مستمرة السؤال التاسع ما هي وظيفة منظم القوة الفرمالية الآلية المرتبط بالحمل ALB القوة الفرمالية يتم مؤامتها مع حالة طريق السير يتم مؤامتها مع سرعة المركبة توقع سرعة المركبة والكتلة الفعلية لأنها لن تتعرف أكيد على حالة الطريق خطأ مع الكتلة الفعلية المركبة فقط لا علاقة لها بسرعة المركبة السؤال العاشر انكسرت خلال القيادة وصل على خزان الامداد لدائرة فرامل عجلات المحور الأمامي لداء مركبة ذات نظام فرملة الضغط الهواء كيف يمكنك تعرف على هذا الضغط من خلال مقياس الضغط المزدوج لدائرة فرامل عجلات المحور الأمامي من خلال النظام التحتيري ربما من خلال ضعف تأثير الفرملة أيضا يمكن من خلال استجابة الفرملة بالنوارة وتوقع إجابة خاطئة نعم يعني الإجابة الغلو الثانية الصحية من خلال ضعف تأثير الفرملة وقياس الضغط المزدوج طيب هكذا نقول إجابة فرملة ثنين فرملة واحد لا يوجد ثنين أجبنا ثلاثة عشر أجسر أجبنا رقم أربعة بقي فيها ستأثير نجيب عليها ونوقف الدرس اليوم إن شاء الله طيب ماذا عليك مراعاة عند توصيل مقتورة ذات جهاز سحب كروي يجب رفع عجلة الدعم وتثبيتها بأمان قبل بدأ السير في حالة وجوده نعم يجب لا ترمس عجلة الدعم للأرض لتوصلها كيدا يجب أن يرى كلاب جهاز السحب إحكاما كيدا خطوة يجب لا ترمس عجلة الدعم وإجابة خاطئة توقع تكون صحية لا عرش المشكلة ما الذي يجب تحقق منه بعد تركيب مقتورة متعددة المحاور على نظام جر يعمل بطريقة دائتية إغلاق عمود نظام الجر بشكل تام أكيد وضعية قلم التحقق زاوية مل قضيب القطرة التشعر سأختار جمع الخيرا تشعر بالعلاقة لها يعني إجابة صحية فقط إغلاق عمود نظام الجر بشكل تام وضعية قلم التحقق طيب السؤال ثالث من ست أسئلة تحتوي مركبتك على نظام الفرمول الإلكتروني ABS ماذا يحدث نظام الفرمول الإلكتروني ABS يتحسن ثبات الفرمولة يمكن مسافة الفرمولة يتقل توقع هذه وها لنفس الشي يتحسن نظام التأكل لبطنات الفرامل لست غاثقا لكن سأضعه شمعين إجابة صحية طيب السؤال الرابع تحتوي مركبتك على نظام الفرمول الإلكتروني ABS ماذا يحدث عند تعطل نظام الفرمول الإلكتروني نفس السؤال كان سيتم فرمولة المركبة بمساعدة الضغط البنيومتري المساعد ربما سيتم إظهار الخطأ في النظام بواسطة الضوء التحليل المراقبة تمام لن يتم فرمولة المركبة إلا بفرمولة التثبيت توقع لا نعم جبت صحيح الأولى الثانية أما فرمولة المركبة بفرمولة التثبيت هذه العلاقة لهم بالأجوبة طيب السؤال الخامس أنت تقود مركبة مزودة بخاصة منع انغلاق العجلات الأوتوماتيكي كيف تصل إلى مسافة فرمولة قصيرة قدر الإمكان استخدم فرامل بشكل متكرر بمسافات بعد قصيرة وقوة دوس قصوة خاصية منع انغلاق العجلات الأوتوماتيكي مسافة فرمولة قصيرة قدر الإمكان بحذر ثم بشكل أقوى تدريج فجأة هذا السؤال نفس السؤال في البيئة فجأة وضع أقوى قوصة تحتوي مركب توقع نظام الفرمولة الإلكتروني ABS ماذا يحدث نظام الفرمولة الإلكتروني ABS؟ مراقبة أوتوماتيكية نظام الفرمولة أوتوماتيكية عند وجود معواقات السير تحليل مثال وقويل الفرمولة بين فرمول العجلات فرملا أوتوماتيكية عند وجود معاقات سير أكيد لا يعني توقع من الخيار الأول والأخير هو الخيار الصحيح نعم ومن الخيار الثاني فهو خيار يعني واضح أنه خطئ طيب لا نطيل أكثر من هذا سأتوقفون اليوم ونوصلنا للنظام فرامل أربعة بقي يعني رقم ثمانية بقي حتى نصل إلى رقم ثمانطعاش يعني لم يبقى هناك كثير إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته